طيب احنا عايزين نرم اول ملف عندنا بالنود js طبعا نفتح cmd و command prompt بتاعيبنا مفترض ان ال default دلوقتي ال default path اللي هو c users واسم الوزر مدعا حاليا ممكن اكيبين فولدر جواه عمل في اول project ممكن اعمل زي mk مجدد فولدر اسميه مثلا اين site1 كده هو هو وكرية الفولدر انا اروح دلوقتي على المسار ده مفترض ان انا لايه الفولدر ده بقى موجود مجدد فولدر ايه بساري فالحسبنا اين؟ site1 اهلي site1 والفولدر كاريتر عايزة خشي بقى ايه عايزة الخشي بقى ايه بس خشي من ترمينا قم قالت cd change directory وقال ما اعزة خشي بقى site1 الوقت هو قال لي انت see users ino عدل صبور slash site one الوقت هو site one خلاص عايزك تكون ونفزه عايزك تكون بالنوت جي اس ونفزه تعال نعمل بسالكس طبعا نتلقيك حقا تنزل اي برامل هنتكلم على برامل قال لي كتير كتير تتنزل اللي بتعايزه سالح فتح قبسط نوت بعد في النوت بادي هكتبك انه بكتب جواب السكريبت عادية var variable اسميه message وكتبه وكتبه to node.js ده variable عادي كده عايزك تبع في console اقوله console.log اتبع لي المسج دي المريابل طبعا المفترض انا باكتب معناس عندها experience في جواب السكريبت file sim as لازم اسايد الفايله اسايده هو الفولدر اللي احنا المفترض ونفضل utf 8 وانسايد الفايل مثلا file 1 dot.js طالما ان الامتداب بتاعي dot.js يبعرف انه هو java script to save وعايز من البرنامج البسيط الامتداب من هنا عشان اراني حاجة بالنود لازم اقول نود space وقت بالامر الامر بتاعي ان انا عندي file 1.js لازم اراني لازم اراني نود space وفايل 1.js طبعا اراني النتيجة ان المفترض ان هي موجودة هنا انا عملت variable وطبع المسيج دي طبعا انا عملنا السيرفر ونرن على page ونسا اتكاري الكلام كله لكن دي اران فايل بيترانه بالنود js